سعيد يخدو تجربة الانتخابات المحلية لأول مرة حيث ترشح للمجلس الشعب الولاي للعاصمة الجزائر ضمن قائمة حزبية في الانتخابات المحلية التي شهدت انطلاق حملاتها أول مرة ندخل غيمار الانتخابات وشارك في الانتخابات المحلية وانتقل من حياة الرياضية وعالم البيئة والإدارة إلى عالم السياسة في حين قررت فريدة حمدي وهي ألمية الترشح ضمن قائمة مستقلة وتقول إن خيارها نابع من ضرورة الدفع بحضور المرأة والفئة الشببية سياسيا وستعتمد خلال الحملة الانتخابية على اللقاءات الجوارية وسائل التواصل الحديثة من خلال هذه الانتخابات المحلية التي نعول خلال حملتنا عقد لقاءات جوارية مع المواطنين للتعرف عن قرب عن انشغالاتهم وهمومهم وحتى مشاكلهم وسنعتمد خلال هذا الحملة على الوسائط الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة بعيدا ربما عن الخطاب الكلاسيكي للأحزاب السياسية وستعمد عشرات الأحزاب المشاركة إلى تقديم برامجها الحزبية عبر التجمعات والمهرجانات الانتخابية الآن بحاجة إلى بلديات رقمية بلديات عاصرية خدمة عمومية نوعية محتاجة إلى تسيير لمرفق عمومي لمورد بشري مؤهل نحن في صوت الشعب نسعى في اختيار من خلال أبناء الشعب بتصورات جديدة نخرج من الطريقة الكلاسيكية لتسيير بلديات ونذهب لتسيير إداري إلى التسيير ما نجمن يعني التسيير العلمي بمعنى إلى قيمة مضافة إلى بلديات اقتصادية بلديات ذكية وشهدت الانتخابات البرلمانية قبل أشهر نسبة عزوف كبيرة وهو ما يعد تحديا مهما للقوائم المرشحة لاستمالة الناخبين يوم الاقترع أبرز تحديات التي سوف توجهها الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية هي العزوف المواطنين على المشاركة في هذه الانتخابات وبالتالي على المترشحين تحدي آخر وهو إقناع هؤلاء الناخبين ببرامج تكون حقيقية قريبة من الواقع لتطبيقها يذكر أن ألف قائمة حزبية ومستقلة تتنافس على 58 مجلسا ولائيا وألفي قائمة على 1500 مجلس بلدي على امتداد ثلاث أسابيع من عمر الحملة الانتخابية ستسعى الأحزاب والمستقلون لاستقطاب الناخبين لبرامجهم وإقناعهم للضفر بأصواتهم خلال موعد الاقترع الانتخابي المقرر في نهاية هذا الشعر محمد جراد العرى الجزائر